السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمي مسعود عمي مسعود الرجل الطيب مرحبا بيك خويا توحشناك عمي مسعود هذه غيبة خمس الخير عمي مسعود وشراك لباس عش من شافك أخوي عش مسما أخبارك توحشناك والله غير توحشناك من توسي عمار المرة اللي فاتت كي جيت قالوا لي روى ستاش بلوكي في خنشلا عمي مسعود قالوا لي كنت ستاش في خنشلا ربي عايشك عمي مسعود ربي طول عمرك ان شاء الله الله لا يغيبك حتى انت شاء الله الله عايشك عايشك عمي مسعود عايشك يوسف انت الخير خويا شراك لباس محمد شريف شراك خوي لباس صح مليحة يوسف مرحبا بك خويا الموضوع تاليوم بش نحكيه على على الاسترجاع استرجاع من سي جلول وشراك خوي لباس مرحبا بك سي جلول ان شاء الله عمي مسعود نجيه ان شاء الله هرانين نعيط لك ان شاء الله كي نجيه نعيط لك ان شاء الله اليوم ان شاء الله نحكيه على الاسترجاع نحكيه على استهلاك المياه نحكيه على استهلاك المياه أثناء التدريب قبل التدريب وبعد التدريب كان بزاف ناس مهملين مهملين لموضوع هذا وهو يأثر بشكل كبير جدا على الصحة تاع الرياضي أو العداء ويأثر كذلك في الطاقة تاعه ويأثر كذلك في الأداء تاعه نتمنى وإن شاء الله نستنوى يلتحقوا بركة يلتحقوا الإخوة بركة ونكملوا إن شاء الله سي جلول كتر خيرك أخي عايشك فاروق عليوة بطل الجزائر شرفنا حضورك سي فاروق كريم كريم حمزاوي مرحبا بك خويا أمس الخير سي عبد الكريم توحي شناك أخويا أخويا فاروق الغالي يعيشك راح نحكيه على نحكيه على إمكانية الاسترجاع نحكيه على بزاف حواج تاع اللي دخلين في عمليات الاسترجاع اللي ظهر خويا بركة الله فيك يعيشك مساء النور نحكيه كذلك على بعض العادات اللي مش مليحة اللي رمي يقعوا فيها بزاف عدائين عن قصد أو عن غير قصد خلد فرجاني أخويا مرحبا بك مرحبا بك أنت وكل أهل ليبيا الشقيقة كما نوجه تحياتي لجميع الجميع العدائين والجميع الأشقاء العرب اللي رمي يتابعوا فينا ولا اللي على الأقل اللي راح من معي في الصفح اللي راح تلحقني من عندهم يعني كثير من الرسائل سواء كاستفسارات ولا كأسئلة ولا كشكر موجه الجميع لجميع الأشقاء العرب يعني سواء من تونس ولا من المغرب ولا من مصر ولا من السعودية ولا من ليبيا ولا من اليمن ولا من الأردن نبدأ جماعة موضوع تاني اليوم موضوع تاني اليوم هو يخص حول الاسترجاع يعني الاسترجاع الاسترجاع نقدر الاسترجاع نقدر 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 نقسمها زوز أقسام هي أو زوز مراحل مرحلة قبل التدريبات أو قبل السباقات ومرحلة تالي ولا من وراء السباقات ومن وراء التدريبات داكت أنا تولهت بزاف شي تولهت هي ممكن هي ظاهرة منتشرة عندنا بزاف الجزار يعني أغلبية الأعدائين وهنا الموضوع يخص بزاف عدائي العدو على الطريق أو عدائي المسافة الطاويلة اللي أزهر برك الله فيك وليد برك الله فيك خوية الموضوع عذا يخص ياسر ويخص يخص يخص كثيرا عدائين المسافة الطاويلة يعني عدائين ليجروا الروت ولا عدائين ليجروا الروت يعني بشكل بشكل عام سواء من العشرة كيلو روح حتى الكنس كيلومتر الفنتايا والكارون دو أغلبية هذه من العدائين برغم أنهم عندنا عدائين أقوية وبرغم أننا احنا كي نسمع اللي طونت بصاج أو أوقات مرور بعض العدائين في التدريب التواعهم سبحان الله يعني تقول سبحان الله كيفاش هنالعندنا عدائين بالمستوى هذا يديروا في تدريبات خرافية أنا نعرف بزاف عدائين تاع الواحدة وشرين كيلومتر وعدائين تاع ثنين وربعين كيلومتر أقسم وبالله العظيم يديروا في أوقات أوقات خرافية عبد الرحمن خوية مرحبا بك عمي الأحسن مرحبا بك توحشناك عمي الأحسن كان بزاف عدائين في الجزار يديروا في أوقات مرور خرافية هذه ترجع ترجع لكاليتي تاع العداء ترجع لبرنامج الجي تاع المدرب تاعه لكن تبقى حويج تقنية تبقى حويج لوجيستيكية تخص نحناك محترفين أو تخص نحناك كعدائين يعني محترفين حابين نظر نصي ولو حابين نطلعوا المستوات أبو زينم مرحبا بك أولا الحاجة اللي تولهت منها أو ليرومور كيتها ياسر يعيش كعمي الأحسن رب يطول عمرك إن شاء الله عمي حسين رب يطول عمرك مصطفى السلام عليكم رب ينورك إن شاء الله إحنا أغلبية لأدى إن تعنت على المسافة الطاولة ما يستعملوش أو ما يستهلكوش المياه أثناء التاميرين أنا قدروا نقولوا أغلبيتهم ندير مرحبا بك أغلبيتهم أغلبيتهم مارك الله فيك سينابيل بن كرامة شرفني حضرك معنا الليلة سينابيل أكيد إمكانية استرجاع مكان شا سينابيل مكانش نبيل بطل الجزائر عدة مرات سواء في سباق نصف الماراتون أو سباق الماراتون أو السباق العدو الريفي شرفنا حضورتها كمعنا بزاف عدائين بزاف عدائين بظهر كيف استرجاعك عندما يكونوا فيه كيف يكون استرجاع أغلبيتهم أغلبيتهم ذلك نجاوب أخوي على معاليش ذلك نجاوبك على دكار أغلبية العدائين ما رحش نقولوا كلهم ولا ممكن كائن عداء أو اثنين ولا ثلاثة ولا معلبي ليش أنا من الأغلبية الصاحقة يتدربوا بدون ماء ما يشربوش الماء يعني مثلا موضوع تكمل لموضوع تعل الحصة اللي فاتت تكمل لموضوع تعل الحصة اللي فاتت أنا نحير في عداء يخرج عنده صورتي 20 كيلومتر أو 25 كيلومتر أو 30 كيلومتر أو 35 كيلومتر جماع عدائين تاع الإخوة العدائين تاع الماراتون أنا وعندهم ليصورتي تلحق حتى 35 كيلومتر أنا نحير في عداء يجري 20 كيلومتر و 25 و 30 ما يديش معه الماء الماء جماعهم مش يهزوا العداء في يديه ويجري بيه من المستحيل هذي ذلك نحن نعود ونرجع الإمكانيات اللوجستيكية كما قال قبيل الأخ نبيل بن كراما إمكانيات ما كانش على الأقل العدائين ذو ما اللي رح نخرجوا عندهم صورتي طويلة يديو معهم الماء بعض الحويج حلوة في طريق بشيري كيبيري و برسك 30 كيلومتر يمشي لعبة من المستحيل أنك رك تقدر تدير تقدر حتى 35 كيلو تقدر تدير وش تحب أنت يوم بصح الماء لازم استهلاك الماء أثناء التدريب رح حاجة لازمة خصوصا المسافة من 20 كيلومتر وطلع نحن في السباقات يدير لكل 5 كيلومتر الطاولة تعلميها مجمع الطاولة تعلميها ومش دائرة هزا ما الإنسان عطش يشرب لا لا هذي نقطة كيف يغلط فهف الزاف العدائين الطاولة اللولة كان واحد يفوت الطاب للولة يقول لك منهزش يقول الطاب للولة أنا منهزش مش نمالف ولا ما نشرب ولا كذا وكذا إلا كان الجسم تاعك فقد المياه إلا كان حسيت يروحك بلي أثناء السباق رك تجري وعطشت أعرف بلي السباق ره رح عليك وإلا كان كنت تجري أثناء السباق وإلا كان كنت تجري أثناء السباق المدرب ناجم مرحبا بيك خويا مرحبا بيك خويا ناجم مرحبا بيك جماعة وإلا كان كنت نجري في سباق فوت على اللطاب للولا ما هزيت الماء أو ما سعفني لحظ أن ينهز الماء ممكن أن نطاوي للولا تفوت عليها الجروب اللولا يفوت في 25 ولا 30 عداء ولا ما هزيت الماء ولا رح مشكل كبير رح مشكل كبير على خطر وإلا كان ما شربت من الخمسة كيلومتر اللولا وجريت الحق 3 ديميل ولا حسيت ببعض العياء حسيت ببعض التعب ذكره جراء فقدان السوائل في الجسم تاعك وإلا كنت تجري وحسيت سرته في سباق 41 42 كيلومتر وسباق 21 كيلومتر كنت تجري وحسيت يبلع عطش أثناء السباق أعرف باللي رح السباق رح عليك لو كانت تدربت وان تدربت السباق رح رح عليك هذه الحاجة كان حاجة واحد أخرى كانين بالزفعة الدائين يجري في اللطاب يرفض الماء يقول لك أنا جريت حكمتني كورتي أو حكمتني كرشي أو مع لبي شو شي إذا أكيد 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 أخويا يوسف وإذا كان بالزفعة عدائين بزفعة عدائين راهم ما يدربوش بالماء يعني مثلا هو يخرج لصورتي وما يديش الماء الفوتينغ ما يديش الماء الطرفاي ما يديش الماء اللي يريت امتواعه ما يديش الماء ما تقدرش أنت الجسم تاعك أنت موالف موالف الجسم تاعك يجري ساك يجري شايح موالف أنت تجري شايح ومن المستحيل من المستحيل من المستحيل أنك تدير 21 كيلو متر بدون ماء وتحوص أنك تدير برفرمانس كبارة ولا تحوص تدير وقت كبير ولا تحوص تدير سباق كبير هذه يرى من المستحيل من المستحيل لأن الجسم تاعك يعتمد يعتمد على المياه الجسم هيýchه على المياه الجسم يعتمد على المياه، لازم الإنسان يتعلن استمهikutثقافي، بأن نستخدمسها تدريبه تحديثة سباقات طويلة إيتم بلا علامة عياب لما يحكموني للمشاكل هذوك مثل المشاكل تاع حميد بارك الله فيك بلا مزي ياسي حميد بلا مزي النقطة 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 الثانية كان بزاف ناس يهم لها ولا لظروف مثلا كان احنا العدائين عدائين تختلف ظروف تاعنا ولا ورانا معايشين ولا ورانا معسكرين ولا ورانا نديروا في التدريب تاعنا تختلف ظروف تاعنا من ورا السباق جماع على ريكوبرازيون يعني لكن احنا نقول احنا الماكلة من ورا السباق ولكن الانسان فات مدة معينة من ورا التدريب سورتو التدريبات الشقة تدريبات المنهكة تدريبات المتعبة مثلا عندنا ريتم عندنا لترافاي سورتو هذو مكامنا عندنا لصورتي الطوال هذوكم يكونوا قاسحين ما نفوتش ساعة من ورا السباق نكون ديجا ريكوبريت نكون ديجا كليت لانه الجسم تاعنا بعد مدة معينة بعد سوائع ولا ربعة سوائع تولي الماكلة هذيك ما عندها حتى معنا لازم جوست نكمل التمارين تاعي نتناول الوجبة تاعي باش نسترجع التاقة تاعي نطلع السكريات في الجسم تاعي نطلع نسترجع الفيتامينات ليخسرها الجسم تاعي نطلع على تنسيون تاعي هذية فيما يخص الاكل من ورا التدريب لغالب كل انسان وظروفه كان واحد عنده مقيد بوقت معين يأكل فيه كان واحد ما على بيليش أنا كيفاش بلك واحد لازم حتى يروح للدار ولا ما على بيليش مي أجماعة راهي الأكل منورات التدريبات راهي لازم وحاجة ضرورية حاجة ضرورية بطبيعة الحال مع تنويع الوجبة تاعنا حنا ما طلبناش المحال ما قلناش حنا لازمك تكون عندك لازمك تكون ملياردير ولا نحنا كم احنا نقوله أبسط الأمور باش الإنسان يريكيبيري باش الإنسان ما يبقاش كم احنا نقوله حتى يقعد حتى ساعتين ولا في التسوية من ورا سيباق تسمى مدرنا حد شي وتسمى ما ما خدمنا حد شي حاجة واحدة أخرى يهملوها كثير من العدائين ما تعتبر عادة سيئة جدا وعادة ما تخليكش تفونسي ما تخليكش قسما عظما تدير نقولك حاجة تقعد 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 أنت أخر الناس ألا وهي القيلولة كم احنا نقوله لازيست أكبر العدائين اللي حطموا الأرقام القياسية السر الوحيد تاهم أنهم كانوا يديروا لازيست أنت تونطريني يروح يديك المدر بتاعك يحرط عليك 25 400 ولا قده ولا صد يبون يديك المدر بتاعك يضربك 12 ميل بأوقات كبيرة سرعات كبيرة ركيبيراسيون ناقصة وتزيد أنت بفوق من هذا بلك ممكن ما تغداش مليح ولا ما تاكلش مليح ما تديرش لازيست تخرج بره الدور تخرج لبره الدور الوقت هذك الوقت القيلولة تاعك هذك وقت لازيست تاعك الناس اللي يراهم صحابك هذو كل يتقول أنا وش بيه فلان يربحني وش بيه فلان راه يمشي مليح وش بيه فلان راه يدير فيه أوقات مليحة فلان هذك بيلك لازيست الطبيب ما ينحي هلوش أنت تهمل لازيست ما تديرش لازيست تاعك لنحكي على الدائل المحترفين اللي يراهم يخدموا في برامج كبيرة اللي يراهم يخدموا في برامج برامج صعيبة لازيست راه حاجة جد ضرورية حاجة جد ضرورية هذي حاجة تسمى احنا كنقولوا حاجة كنقولوا احنا راه حاجة ما فيها ما يختلفوش علاها زوج من الناس كان حاجة واحدة اخرى كيف كيف تدخل في كيف كيف الموضوع هذا يتعلق بالنوم أنا والله انحير أنا والله انحير في أطلات محترفة تلقاه عداء محترف ممكن حتى عداء تفارق وطني ممكن حتى عداء مستوى عالي تلقاه صاهر للوحدة صباح وصعتين صباح وهو كان صباح خدم ا wound Kosta بخدم 10 St وأ REM old K Angela x 25 old Kista وتلقاه صاهر الوحدة لاحش ناэтين صبح صاهر مع لبيليش أنا مع الانترنت وللا مع فيسبوك وللا في اخر العام لا ينفعك فيسبوك لي ينفعك فريفاير ما ينفعك اخر العام تلقى صحابك ربحوا بطولات وطنية صحابك ربحوا ديروا اللي راح بطولة عالم راح اللي راح ألعب أولمبيا راح انت قعد حاكم الفيسبوك تاعك وصعي نراني نتبع في برنامج قاسي تبع في برنامج صعيب نرقد بكري نرقد بكري معليش نصهر العشرة لحداش مصح نرقد بتقعد ليش الواحدة تاع الصباح ونعرف عدقين الليل يعني الليل تأشتاو الطول تاعو يبقى تصهر لك والصباح يروح يتدرب ويقول لك أنا ويقول لك أنا ما نش ويقول لك أنا ما نش ما نش نديفلوبي ومستوى تاعي ما وش يطلع وانا راني غير نمشي ونرجع على ريار جماعة العدد السيئة هذي العدد السيئة هذي هي اللي تخلي العدقين تواعنا يرجعوا على ريار حنا عندنا حنا عندنا عندنا لقاليتي تاع العدقين عندنا المدربين عندنا كلش عندنا كلش عندنا كلش يوسف بارك الله فيك عايشك عندنا كلش انت الحويج هذوم اللي ذكرتهم الكامل انت ما تديرهمش ما تركيبيريش في وقتك ما تاكلش في وقتك ما تديرش لاسياس ما تديرش الحويج هذوم كامل ومبعد عركت مرض بعد تحكمك الف حاجة في حاجة حاجة واحدة اخرى كيف كيف داخل الفاريكيبيراسيون هو تزويد الجسم بالمعادن تزويد الجسم بالفيتامينات اللي يحتاجها دوريا مش معناها دوريا يعني اشاك ما لا باديش كل شهر كل شهرين كل ثلث شهور قبل كل هاجة كامل بالاستعانة بالتحاليق الطبية واستشارة الطبيب ما لازمش الانسان يغفل على روحه لما لازمش الانسان يغفل على روحه خصوصا في الموضوع هذا موضوع واحد اخر داخل في الاسترجاع كيف كيف اغلبية العدائين يديروه واغلبية العدائين عندهم من المشكل هذا ومشكل كبير كما مشكل الاسيست الا وهو السير المطول كان عدائين تلقيه يمشي سبحان الله كلماروتي لا يحبسش تلقيه عاطلات واحترف لابس به ما به معلية نبص هو يكمل الانتريمان يخرج سواء من المنزل تاعة ولا من الكمبلاكش ولا من مركز تاربوس تاعة ولا وراه غيري دور دورا هذك هذك رهي لفورم قاعدة تروح هذك رهي لفورم قاعدة تروح انت رك قاعدة تدور هذك لفورم رك قاعد تمسك ريفا هومانتون رك التعب في روحك اليولي رح تروح ميدو بارك الله فيك خوي ربي يحفظك ربي يحفظك محمد عاطلات ربي يحفظك اللي باش تروح انت تربح صحتك تربح راحتك تربح وقت انك ترتاح فيه تروح انت تضيع الوقت تاعك في المشي كي ما احنا نقوله مشي ما عنده حتى معنا يعني كي ما احنا نقوله مشي وير فارغة ما عندها حتى معنا هذي داخله حاجة واحدة أخرى أساسية جدا جدا أغلبية المدربين يوصيوا بيها أغلبية الحويج اللي ركت أهضر عليهم ما كانش البيطامينات يا عبد الرحمن مي كاين كاين حلول كاين كاين ممكن ما كانش الهضر يتقصد فهن تا ممكن ما كانش مي كاين حلول حلول دايما كاين لا إلهي لله حاجة واحدة أخرى داخل في الاريكوپراسيون وهي يوصيبها جميع المدربين جميع المدربين تلقيهم يهضروا عليها الموضوع هذا جميع المدربين هي اللي رولا شمال عشية رولا شمال عشية رولا شمال عشية أغلبية العدائين يهملوها خصوصا خصوصا إلا كان ما تقدرش تدير رولا شمال عشية تقدر تقدر تدير ثلاثة حصص ندير رولا شمال العمل الطاول رولا شمال العمل السريع ورولا شمال العشية اللي ندير فيها الريتم تاعي عندي على الأقل ثلاثة حصص في الأسبوع رولا شمال جماعة راي حاجة جد وضرورية حاجة لازم 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 جميع العدائين يتقيدوا بها أنا ما اعتقدش أنه يبارك فيك حيد الخوية رب يطول عمرك إن شاء الله مش كيتش أنا إلا كان مدرب ما يديرش حصة تاع حصة تاع رولا شمال مطلق يا شوية شوية يا ما يعرفوهاش خلاص تلقى عداء عنده عشرين سنة هو يجري تقوله على المساج يقولك جام يدرت المساج تدليك يا جماعة حاجة راه جد وضرورية كيما الماكلة والشراب والرقاب في حياة العداء يعني أطلات عبدالله بن ذيب مرحبا بيك خوية بيلال مرحبا بيك خوية أغلبية العدائين أغلبية العدائين ما يديروش مساج ويقولك راني نتبليسة يقولك راني نشوف يروح يثقيل يقولك راني ما نشوفش الكورة تاعي روندي أكيد أكيد أنت رك أهملتي حاجة جد ضرورية حاجة جد ضرورية في حياة العدائلة وهي المساج يو على الأقل على الأقل جماعة على الأقل على الأقل ثلاثة حصص تاع مساج في الأسبوع يا سيدي ما كانش ثلاثة حصص كاينين زوز حصص زوز حصص تاع تدليك تاع مساج يا جماعة على هم كينين شمس وخوية مرحبا بيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك ميدو حميد بارك الله فيك على الأقل جماعة على الأقل على الأقل زوز حصص تاع تدليك في الأسبوع حصة من وراء العمل الطاويل حصة من وراء العمل السريع المساج أجماعة أجماعة يتلحق المستوى وتبقى حابس في المستوى هذاك المستوى هذاك ما تقدرش تزيد عليه عندك واحد يتونت بساج واحد الأوقات ما تقدرش تهبت عليها من أوقات هذك تدليك يساعدك المساج يساعدك أنك تدفلوف يساعدك أنك تطلع على المستوى تاعك يساعدك أنك تولي تاخد مليطونت بساج تولي تاخد مليطونت بساج ملاح سواء في الطراظاي ولا في السباقات ولا حتى الجسم تاعك يولي عنده مورونا تولي تتخلص من لصيد لاكتيك تتخلص من برش حواج كان حاجة واحدة أخرى كيف كيف مهمة جدا في الاسترجاع أنا وهي الصونة الصونة راهي أمر جد ضروري اللي يصيرتون اللي عندهم كما نقولوش احنا كان الصونة في جميع الولايات ولا في الكمبلاكس كامل ولا بالصح على الأقل وإن كان صونة ندير الصونة الصونة حاجة مليحة حاجة يعني لي زعمها كان عنده دي بوسبيليتي أنه يدير الصونة يدير الصونة لأنها وطرق الصونة وطرق استعمالها والمدة تاعها ومنها أذكرها موضوع طويل نخصوله كانش نهار موضوع وخصوله حصة ولا بنحكيه عليه ندير السلام برك الله وفيك ندير تبقى تبقى جماعة تبقى جماعة حنا الإنسان يمد المعلومة الإنسان يوصل المعلومة تتقيد بها تعتقدم بها متخدمش بها هذيك أنت على روحك هذيك أنت تفهم هذيك حاجة تخصك هذيك حاجة تخصك شمس وخوية برك الله وفيك ربي عيشك برك الله وفيك هذيك حاجة تخصك هذيك ربي عيونك احنا للهضرة تعنا رهي موجه الناس اللي تسأل الناس اللي حابها تتعلم الناس اللي حابها تعرف الناس اللي حابها تدي معلومة احنا نقدموا المعلومة كما قريناها كما عرفناها كما تعلمناها حاجة واحد اخرى كل انسان كل انسان والقناعة تعهو ممكن انا نهضر الهضرة الهضرة تعي ممكن ما تعجبش الف واحد ممكن تعجب مليون عبد قادر الهضرة تعي ما تعجبش مليون عبد وتعجب عشرين واحد نكملوا موضوع تعمل كان حاجة أخرى ما نقولوش داخل في الاسترجاع ما حاجة مليحة حاجة ضرورية إنه إنسان يستحفظ على الجسم تاعه إنسان يستحفظ على 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 اللياقة البدنية تاعه ألا وهي استعمال المراهم كما نقوله ليبومات استعمال المراهم في المفاصل جماعة هنا النقطة هذه مش نغير كنكون بليسي روح ندير ليبومات ولا أنا نشوفي روحي مبليسي عندي رقبتي ولا عندي مثلا طالو ولا عندي مثلا ظهري ولا عندي معلبيليش أنا كانش بلاسة تسطر علي باش أنا روح ندير ليبومات لا 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 المراهم هذم عرم نستعملوهم كنكونوا مبليسين ولا مش مبليسين لا 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 الأخرى هذيك مش ما نديرش إشهارنا ليبومات هذو منها كان بزاف ليبومات ملاح نقدرو كما جمع العسكريين يقدروه الزهم باطل ورخيصها يعني سواء كان ناس كل يعني ولا لأدائين الأخرين راح تدير راح تدير 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 تقريب من خمستاش نلف وطلع الملاحة الملاحة دير خمسة ورابعين ألف ولا خمسة وخمسين ألف ولا هذا ما كان مش مشكلة انتك تشري زوجو حايد ولا تحطها معانك في الشمبرة تاعك ولا في الغرفة تاعك ولا قبل ما ترقد تدير تدير الجنود تدير المفاصل تاعك وترقد هذي نحميه بها المفاصل تاعنا نحميه نحميه بها حاجة واحدة أخرى عملية تميه الجسم أو تميه الدم مش هي جماعة قبل ما يبدأ السباق نروح أنا نعمر نعمرها بالماء نضرب فيها ثلاثة إطرات ماء ونقول أنا ما علي بيليش أنا عراني 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 نميه في الجسم تاعي لا 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 أبيزة مرحبا بيك خويا بس مرحبا بيك خويا عملية تميه الدم أو عملية تميه الجسم تتم أربع أيام أو خمس أيام أو حتى ست أيام قبل السباق ممكن نحن نقوله هنا سباقات طاويلة سباقات نصف الماراتون والماراتون نستهل الكلمة بكمية كبيرة بكمية وافيرة بش يكون الجسم تاعنا مو مياه جيدا كل جسم تاعنا فيه مياه ملاحة يكون الدم تاعنا بش ما نتفادئ وعملية تخطر الدم أثناء السباق مجيش نتقبل السباق طرح تضرب ثلاثة سيطرات ما ونبعد تقول أنا في الطريق أنا معلبي ليش ونيشرب لا 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 عملية تميه الدم أو عملية تميه الجسم تتم ثلث أيام أو أربع أيام قبل السباق نشرب الماء في أي وقت نشرب الماء مليه كي ندخل السباق كي نغير الجري وصاي ما كان حتى حاجة وحدة أخرى ما كان حتى حاجة وحدة أخرى على ما أظن أني ذكرت أغلب عملية أغلب الأشياء اللي نحتاجها في الاسترجاع تبقى تبقى الألعاب القوى رياضة انضباط تبقى رياضة الألعاب القوى رياضة تعينسان يحب وش راو قاعد يدير حب وش راو قاعد وش راو قاعد يخدم وإلا كانت تتدرب وتنتريني وتقتل في روحك وانت معلبي ليش مهم من روحك ما تأكل شمليح ما تلبس شمليح ما لباليش تجري بصباط مقطع ما لباليش أنا الله غالب يا جماعة ظروفنا دارة كما هكذا ظروفنا دارة كما هكذا الله غالب كم من نجري بصباط مقطعين مي أنا نحكي ما تقدر شوف شوف إلا كانت متعملتش مع روحك وإلا كان أنت متعملتش مع روحك على أساس أنك عداء محترف ولكن أنت متعملتش مع روحك على أساس أنك عداء واحد ما يتعامل معاك على هذا الأساس واحد ما على بالو بيك والاحد ما يدهأ فيك ك تكون طمع على باليك شباته كتان على باليك شباته تكون طمع على باليش بيك والله ما على بالي بيك وانا كانت طنطريني طريني طريني طريني. وتبيت صاهر للثلاثة على الصباح بعد ما تلمش فلان وفلان كييربحوك. بعد ما تقول مكان يا دمرง يديروه وديروه رم يربحوا فيا. فلان بديروه ما يده dolphins دمره ما الولوه. المرضى دائروا عندك غيرنا انت في انت تصهر اه اه حياتك كامل ما Staff متلاuwشه حتى واحد متلاومش متقولش انا المدرب。 متخلش انا المدر υبر لا 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 شوف روح كشارك قاعد تدير شوف روح كشارك قاعد تدخل للجسم تاعت شوف روح كيف شارك تتعامل مع الجسم تاعت بريسكية ألعاب القيوة رنوصلنا لواحد المرحلة أصبحت ألعاب القيوة علوم دقيقة أصبحت ألعاب القيوة واحد زايد واحد تساوي اثنين إلا في حالات قليلة إلا في حالات نادرة وين لطلات يكون مش متولها بروحه لطلات ماهوش ديسيبليني لطلات كان ديسطت بزيف على مستوى كبير يهملوا حيصاص التدريب هو عداء يهمل حيصاص التدريب مايروح شونتريني يريح الحيصاص طيعه وصواء المعزومة لأولا وحده ومبعد يجي يقول لك هاول مدرب واي كليما واني نونتريني حذر البحر واني نخدم حذر البحر البحر ما عنده حتى البحر ما عنده حتى معن البحر ما عنده حتى علاق بزيف عداء إن يتدربوا بوحدة البحر بصح ما تقدرش تجري معاه والله ما تقدر تجري معاه خويا حليم مرحبا بك ترجع خيوتيكي فشرا نتعاملوا مع أنفسنا اسكوا حلا نتعاملوا مع أنفسنا كعداءين ولا نتعاملوا مع أنفسنا كحاجة واحدة أخرى لاخل إنسان يقعد مع روحه أنا وراني ذرك أنا وراني ذرك أنا وراني في البلاسة أفلانية منا في اللفان في نهاية الموسم وراني حاب نلقى روحي وراني حاب نكون اسكوا أنا رح نقعد نفس العداء اللي راني عليه ذركا ولا في نهاية الموسم رح نكون بطل الجزائر ولا في نهاية الموسم رح ندير رقم قوي سواء في الخمسة ألف متر ولا عشر ألف متر ولا الواحدة وعشرين كيلومتر ولا رح ندور 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 ونرجع للسفر ولا في أخر السنة نخرج بإصابة جراء إهمال تاعي سمحوني يا خيوتي جراء عدم لمب عدم لمبالات ونبعد آنان واللي نقول الناس سمع ما علي بليش وش يديرو وانا واني ما علي بليش وانا راني ناقص وانا هكذا والمدرب والبروغرام وانا الناس سيكذا وكذا وكذا لا لا قبل أن تأمت لهم الناس عود أرجع حسب نفسك كنصيحة أخيرة كنصيحة أخيرة نوجهها لواحد نوع من العدائين أو واحد الفئة من العدائين كانين عدائين عندنا في الجزائر الله ما شاء الله عدائين يعني ربي يبارك أنت كعداء سواء سواء كبطل الجزائر أو نائب بطل الجزائر أو سواء في جميع الاختصاصات أنت تبلك أنت صحرك شخص عادي مي بالنسبة للناس ما رك الشخص عادي عندك ناس يتبعوا فيك عندك محبين عندك معجبين لازم أنت تكون أحسن قدوة للمتتبعين تواعك والمعجبين تاعك احنا خصوصا أنا هنا راني نتكلم على فئة الأطفال نتكلم على فئة الولاد الصغار أو البنات الصغار ممكن كل إنسان عنده بطل يتمنى أنه يكون كيفه كل إنسان كل ولد عنده بطل يحبه بطل يحب يتصور معاه وونه يتلاقاه يحب يحكي معاه وونه يتلاقاه يحب يقعد معاه لأنه يحبه لأنه دايره قدوة مال أنت لازم تكون أحسن قدوة باش تمر رسالة مليحة للجيل الصغير ذا اللي رو طالع ياسين مرحبا بك خويا للجيل اللي طالع هذا باش يقول للجيل طالع هذا يدي نظرة حسنة عليك كعداء كبطل جزائر كوش تكون المهم كعداء كرياضي لقد إنسان يخلي الصورة حسنة الرياضة أخلاق الرياضة تربية الرياضة أخلاق أو لتكون أخيوتي نقول لكم شكرا جزيلا لكم ونتمنى إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله تكامل تحقوا الأحلام تواعكم وإن شاء الله كامل لكل إنسان عنده طوموح إن شاء الله ربي يكملوا به نقطة أخيرة برك نقطة أخيرة برك فقط نختم بها لايف هذا نتمنى الإخوة يشتركوا في قناة يوتيوب بتاعي سما ما زال ما طلعتش فيها مشتركين بش إن شاء الله نقول لندير بث على يوتيوب يعني فضلا وليس أمرا نقطة أخيرة سامحوني والله يا أخيوتي أنا يسعدني خدمة الجميع يسعدني أني نقدم الدعم للجميع يسعدني أني أي إنسان يحتاج حاجة نقدر نعاونه فيها نقدر ننصحه بدون مقابل والله لوجه الله ميكينة حاجة يا أخيوتي والله يعني نشكر نشكر يعني والله يا أخيوتي يرمي يلحقوني لميصاج يوميا يعني يلحقوني لميصاج يعني نحن نقوله يعني الله يبارك يعني عيطولي الناس بزاف ويكثر خيرا يعني يكون مجاوش الناس يحبوني ما يبعثوا لي زيما لميصاج يستفسروا على جميع الحوايج يسقصيوا مي يا أخيوتي والله يسامحوني أنا آسف سامحوني عراني ما نقدرش نمد برنامج لأي إنسان عراني ما نقدرش زيما أنا ما نقدرش نمد برنامج للناس كل والله ما نقدر ما نقدرش أنا نمد برنامج مثلا مثلا عيطولك في النهار عشرة ولا خمستاشين واحد كم يحوشوا على برنامج والله ما نقدر نمد برنامج الخمستاشين واحد ما نقدرش يا أخيوتي والله أنا آسف وسامحوني والله يسامحوني على النقطة هذه وتبقى وخيوتي وتبقى وعزيز علية وتبقى بالنسبة لعداءين ناني ما نقدر نحكم حتى بلاست مدرب وما نقدر ندبر حتى على عطلات خوي أحكم المدرب بتاعك أخدم مع المدرب بتاعك صيح لتصلح نتافي أروحك متصلحش في المدرب